موسيقى مشاهدين الكرام من الحالمة تعز نحييكم في هذا المساء وفي حلقة جديدة من قضاياكم هنا في عاصمة الثقافة اليمنية تشتكي الكثير من النساء من ازداد ظاهرة التحرش بل ووصول ذلك إلى الاغتصاب والقتل أحيانا ولمن لطفلات في مقتبل العمر وفي سن الزهور هل بالفعل ازداد التحرش وأصبح ظاهرة تشتكي منه الحالمة ويشتكي منه المجتمع وهل تقتصر هذه الظاهرة على فئة معينة وماذا فعلت الجهات الرسمية بشأن إيقاف ذلك إن أصبحت بالفعل ظاهرة في هذه الحلقة ومن هنا من الحال ما تعز سعودنا أن نرحب بالضيوف الكرام هنا في السوديو العقيد محمد محمد علي ناجي مدير التخطيط والمعلومات بإدارة الأمن مرحبا سيدة العقيد شكرا والناشطة الحقوقية لستاذة الشراق المقتري مرحبا ساذة الشراق وأيضا المحامية لستاذة إلهام المقتري أيضا مرحبا ساذة إلهام إذن مشاهدنا الكرام نبدأ في البداية نتعرف على التحرش لماذا الآن تقام المبادرات لمحاربات التحرش وهل بالفعل أصبحت ظاهرة تشتكي منه المجتمع نبدأ مع الأستاذة الشراق المقتري وهي التي حضرت بالفترة الأخيرة العديد من ورش العمل وحذرت من التحرش لماذا الآن هل بالفعل أصبحت ظاهرة أم أنها مجرد سلوك من حين إلى آخر تتعرض له الفتاة ويقوم به بعض الأشخاص شكرا لك وشكرا لقناة السعيدة هذه الاتفاة لموضوع مهم جدا بالنسبة للمجتمع بشكل عام وبالنسبة للإناث على وقه الخصوص بالنسبة لماذا ظاهرة التحرش ولماذا الحديث عن التحرش في الوقت الحالي هي ليست ظاهرة حديثة وليست ظهرت في الآن لكن إنما عملية كثرة البلاغات وكثرة الظاهرة وعددها وزيادها كان في المرحلة الحالية لعدد من الأسباب لكن بالنسبة للظاهرة كثير من المنظمات وكثير من الناشطين والناشطات منذ أكثر من عشر سنوات وهم يعملون على تقديم دراسات وعمل كثير منورش وحلقات النقاش حول ظاهرة التحرش القنسي ضد الإناث أو ضد النساء بصفتها أو باعتبارها أحد أشكال العنف ضد النساء التحرش أصبحت ظاهرة خطيرة بالنسبة لنا كونها أصبحت تهدد الكثير من الحقوق والحريات التي تمس حياة النساء فكرة الحديث عنها بشكل رئيسي كان مقبل مجموعة من المبادرات الشبابية من الذكر والإناث بالطبع التطرق إليها بشكل آخر بكونها عاقة الكثير من الفتيات في الفترة الحالية من الذهاب إلى الجامعات ومن الذهاب إلى المدارس قلت أنه ظاهرة التحرش الجنسي وعرفتها بأنه تحرش جنسي إيش تقصدي بالضبط؟ ظاهرة التحرش هي عندما نتكلم عن التحرش بالتأكيد يكون تحرش جنسي يقصد به طبعا أشكال عديدة من المحرش والسلوكيات يتدرج تدرجيا يبدأ باللفظ اللفظ البسيط ثم يزداد إلى اللفظ البديء والمصطلحات النابية الكلمات المخلة بالحياة والخادشة أيضا الحياة والتي تصل قانونا إلى جرائم هتك العرض أو الفعل الفاضح لكن الحادث في الأمن الأخير أن العملية تقاوزت التحرش الجنسي اللفظي أو المعنوي إلى التحرش المادي وأدى إلى جرائم أخرى يعني العملية الدربية من اللفظ المعنوي والنظرة السيئة وعملية المضايقة إلى مسألتها محاولة الشروع باختطاف إلى قضايا شروع باغتصاب ثم إلى قضايا اغتصاب كامل هذه ربما التي نوعا ما أعطت الكثير من المبادرات الشبابية بالجامعات وفي محافظة التعز على وقه الخصوص التحمل أي وتحمل مسؤولية هذا الدور والتواصل مع المجتمع المدني ومع الجهات المعنية بضرورة يعني الانتباه لمثل هذه الظاهرة وعمل حل قدري لها نعم أنت إذا قلت أنها تتدرج ربما تدرجت ووصلت السادة الهام المغطري ووصلت إلى حد حتى الاقتصاب والقتل خاصة إلى أطفال وهناك أكثر من قصة ربما في تعز ماذا عن هذه النقطة بالتحديد؟ وصلت لأكثر من مرحلة وآخر مرحلة وقريمة وصلت في تعز قضية طفلة مرهة سبع سنين مرهة سبع سنين بدأت بالاقتصاب وانتهت بالقتل لحد الآن يعني القتل أخفى قريمة الاقتصاب المغطساب يرتكب قريمة الاقتصاب ثم يقوم برتكب قريمة القتل لأخفى قريمة سابقة طفلة مرهة سبع سنين طبعا وادة السبب الرئيسي أن يضع الأسرة بهذا التفكك الأسري يغيب الأب عن الأسرة قبل ما نذكر الأسباب طبعا بالتأكيد هو الأسباب كثيرة وربما نأتي إليها مع ضيوفنا الكرام لكن في البداية غير الطفلة مرام في البداية التفقين مع الأستاذة إشراق بأنه بالفعل بفترة أخيرة ازدادت وازدادت الجرأة إلى الشروع في الاقتصاب والاقتصاب ازدادت في الأوائل الأخيرة ازدادت بشكل كبير جدا أي شكل ازداد؟ التحرش الجنسي الذي أدى إلى الاقتصاب الذي أدى إلى القتل سيادة العقيد في حين أعلنت تعز عاصمة الثقافة اليمنية في حين الكل يفتخر بأنه تعز مدينة ثقافية ومدينة متحضرة ومتعلمة إلى غيره تشتكي النساء بأنه ازدادت هذه الظواهر التي هي دخيلة ولا ينبغي أن تكون في شبابنا سواء في تعز أو في غير تعز أنتم في الجهات الأمنية ماذا رصدتم بهذا الجانب؟ شكرا جزيلا للإخوة في قناة السعيدة على هذه الفرصة وشكرا للأخ عبدالسلام وقريمة التحرش هي ليست ظاهرة لأن الظاهرة هي مشكلة كبيرة كبيرة منتشرة ولكن عندنا ما يرصد إلينا وما يصل إلينا حاجة طفيفة فأنا عندي رصد بنسبة لخمس سنوات من 2007 وحتى 2012 حول بعض القضايا المخلة بالآداب أنا كنتم قدمها في دراسة معدة ببرنامج تحت برنامج شارك اللي يقوم بها الأخ المحافظ دراسة تستهدف الأخوة مدراء أمن المديريات ومدراء أقسام الشرطة وكنا نحن مؤدين فنقول شوفينا عندنا في القضايا المرتكبة تنقسم إلى قضايا جنائية وقضايا غير جنائية حوادث مرورية وقضايا مدنية القضايا الجنائية تنقسم إلى قسمين جسيمة وغير جسيمة الجسيمة ما أقب عليه بحد مطلق أو بالقصاص أو بالحبس لمدة تزيد عن فلسانوات وما فوق الغير جسيمة هي التي أقب عليها أصلا بالدية أو بالأرش أو بالحبس لمدة تكل عندها لسانوات طبعا عندنا جريمة بداية تحرش التحرش هي بداية جريمة ده الدخول في الجريمة فعندنا بداية تحرش هي إذا وصل لنا إلى الجهاز الأمنية شكوى مقدمة من أي مستهدف وخاصة الإناث الإدارة الأمنية تقوم بعملها تضبط وعندما تضبط تقارن تثبت واقع بأقوال وشهود وتقدم ملف متكامل إلا نيابة والنيابة لا يوجد هناك قانون معين إلا عندهم إلا موجود لا يقل عن ثلاثة شهر في السجن المركزي اللي بيع سلوك السلوك هذا لأنه سلوك هو سلوك هذا التحرش سلوك مخالف للقاء خلينا نقطة نقطة نرجع إلى بدايتها ليس الظاهرة طبعا أنا مذهولة ومظلومة أن أعتبرها ليس ظاهرة أول أسباب عدة هو ذكر بأن عمل اعتبرها ظاهرة من عدم تكون ظاهرة مسألة البلاغات والإحصائية المتوفرة لدى جهزة الأمن مثل هذه الظاهرة وهي يمكن من المعوقات ومن القوى التي يعمل عليها الناشطين والمبادرة شبابيها مسألة البوح والحديث عن هذه الظاهرة بمعنى صعوبة أن تتحدث النساء أو تتحدث الإناث بأن تعرضت لتحرش هي صعوبة موجودة وآنية وتحصل في هذه الأماكن التحرش يعني أحيانا توجد مؤشرة لأن تكون المعاملية ظاهرة وغير ظاهرة حتى في مسألة القياس الشعبي يعني لو الآن ممكن قناة السعيدة نزلت للقامعة وعملت اللقاءات يعني فردية مع الدكور حتى ومع دمنات حتى في إقرار من الدكور بأنه فعلا يقوم بعملية اللي هو التحرش أو المضايقات اللي طبعا البعض لا يراها حين تحرش أكسي على فكرة هذا نادر يعني ونادر لا حكم لا زي ما يقوله لكن حاليا الآن بلاغات كثيرة قد ما وصلتش للقهات الأمنية لكن وصلت إلى القهات الطبية والنفسية وصلت إلى المنظمات المجتمع المدني وصلت إلى أيضا دور التأهيل إضافة إلى زي ما ذكرنا أنه القضية الأكبر والمشكلة الأكبر الذي دعانا إلى الحديث عن هذه الظاهرة هي مسألة أن هذه الظاهرة لا يتم التحدث عنها من قبل ضحايا التحرش وهذا الأمر مخيف كثير قدام سأعود بهذه النقطة بالتحديد سيادة العقيد بالفعل الكثير من من تتعرض أغلب من تتعرض لحالات التحرش لا تستطيع أن تبوح لأنه في مجتمع أقل شيء أنه يقول لها خلاص ممنوع تخرجي ممنوع حتى تروح للمدرسة لأنك تعرضت لتتحرش بكرة بتتعرضي لتتحرش إذن خليك في المدرسة وعلى فكرة أكثر من دراسة عندما توجد هناك دراسات مدى القرب بين الجهات الأمنية والمواطن تجد هناك فجوة ربما هذا عامل أساسي أنكم لا ترصدون إلا ما يأتي لكم ولا تنظرون إلى ما هو إلى العادة الاجتماعية الموجودة لماذا لا تأخذون العادة الاجتماعية بعين الاعتبار؟ بالنسبة لأجهزة الأمنية مدرهم أنتوا في المجتمع وين عايشين أنا ستعرض لك بعض الإحصائيات لمدة ثلاث سنوات لمدة ست سنوات هنا عندي موجودة هنا عندي يشوف الأفعال المخلة بالأدام سواء كانت ملاحقة أو مضايقات أو أصدر كلام أو معكسة تلفونية أو بأي شيء منها يعني في سنة 2007 رصدت عندنا 72 قريمة في سنة 2008 رصدت عندنا 2105 قريمة في سنة شوف الأول سنة 2007 كان 72 سنة 2008 ارتفعت 8 ارتفعت إلى 105 شوف في سنة 2009 انخفضت إلى 64 شوف في سنة 2010 ارتفعت إلى 93 في سنة 2011 انخفضت إلى 36 في سنة 2012 في سنة 2012 إلى 51 شوف خلال 51 معي شهر ديسمبر السنة حقنا السنة الإحصائية من ديسمبر إلى ديسمبر يعني تنتهي في نهاية في نوفمبر ثلاثين نوفمبر وتبدأ وتغلق وتبدأ السنة الجديدة من 1-12 شوف عندنا هنا 51 اللي رصدت بينما في شهر يناير و ديسمبر كم رصدت عندي قضايا هنا في النسبة لأفعال مكلة بالأهداف هي 65 يعني من 51 إلى 65 في حد 14 قضية ما بين ديسمبر و يناير مسألة ثانية مسألة ثانية أصلا أين أنتم الجهات الأمنية عندما تقول أنكم ما رصدتم أين أنتم هل توجدون في الشوارع هل توجدون في الأسواق هل توجدون في الجامعات في الباصات في أماكن التحرش يعني على سبيل المثال في رمضان الجهات الأمنية معروفة أنها تقف في بعض الشوارع هنا في تأس شهر 26 و ما يسمى بشهر الحب و كل يوم بالعشرات تقريبا نشوف الطاق نحمل ما شاء الله كل يوم لأنكم موجودين أما بقيت السنة أنتم غير موجودين فكيف تتحدث عن رصد وأنتم غير موجودين أصلا على كل أننا في رمضان تعدخط خطة خاصة لأنه رمضان النهار والليد يتساوى يبقى الناس بنسبة للفتيات الذكر وإناث يدخلون الأسواق ليل ونهار فتبقى تعد إدارة الأمن خطة خاصة في المكافأة أي شيء يحصل وغير رمضان فتنزل وغير رمضان في معنا خطة بس معدة لغير رمضان مش معدة هذه معدة 24 ساعة لكن هناك معدة لغير رمضان موجودين في الأسواق موجودين في معنا تحريات داخل الأسواق في معنا شرطة نسائية بجارع 26 معنا معنا في شرطة نسائية مدني وتقد شرطة نسائية لابسها مدنية وتمشي لو تستغيث لو تستغيث المغافلة تقد يعني من يقول مالك السادة إلهام وجدتم الجاهات الأمنية موجودة في أماكن التحرشات طبعا عندما سألنا الشارعين الأماكن التي تحير فيها التحرشات تقريبا للأسف الآن في أغلب الأماكن خاصة الجامعة الأسواق حتى الحواري الباصات وغيرها موجودين ويقول لك موجودين أنا عن نفسي أشوف بصراحة الأمن مقصر تقصير إذا كانت وصلت للدرجة برمضان قضية طفل اغتصاب الساعة التسعة صباحا عين الأمن تحت التحديد موجود الأمن يعني نشوف عندنا حلاء الخطة الداخلية لكل 20 ألف نسمة كسم شرطة الآن نحن لو تشوف منتشرة أكثر من 18 قسم شرطة داخل ثلاث مديريات المديرة القاهرة ومديرية المظفر ومديرية صالة مديرية صالة مديرية صالة المديرة حقية جنب الأمن المركزي تحت الأساس الأساس المديرية ما فيه بين قسم صالة وقسم الجحملية وقسم الشماسي وقسم الحوبان وقسم الوحدة وقسم الثلاية ولا قسم 22 المياه وفي المفرق شو هذا منتشرة إضافة إلى دوريات راجلة ودوريات متحركة تقوم بالأقسام إضافة إلى دوريات تقوم بها دوريات الأمن بسيارات مخصصة في هذا الكلام طيب هو هذا السؤال شوف تجد شوف تجد أسمعي أكمل لك بإنشار الأمن داخل محوظة مديرة القاهرة مديرة قاهرة مديرة المبرحة حقية عندي زيد المشكي تشرف أو يتبعها قسم الجمهوري وقسم الحوب 26 الثورة وصيفرة شوف الانتشار الأمن كيف يفعل دقي مديرة المظفر مديرة المظفر يتبعها في حدود قسم المدينة طيب 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 سيدة العقيد أنا أدري أنا أدري هذا الانتشار مركزنا شنو موجود يعني حتى حتى مصيبة يعني إذا كان بالفعل مدشرين كل هذا الانتشار ولم يحسوا بالفرق حتى ولو يعني هل يتم غبط القاني بنفس الملاحظة خلينا نتحاول نتحاول حوات طيب معرفني ما في حصل قريمة إذا لم أبلغ عنها إذا كان مبلغ هل يتم غبط القاني بنفس اللحظة ها بنفس الوقت القريمة في اليوم نفسه أوقات يضبط حنا قدمنا أكثر عندي ما يكون مقود توقض الأمن يضبط لكن قارة توقف قريمة يجي البلاغ على إقراءة الأمن تبدأ تستمر في الموت طيب نعود إلى الأستاذة إشراق المقتري طبعا بغض النظر عن الانتشار الأمني غير الموجود غير المحسوس كما تؤكدون وأنت طبعا مع احترامي موجودين لكن حسب ما يؤكدوهم يعني خليني أرمي عليهم الكلام الفتاة التي تتحمل الجزء يقول لك نحن لا نعلم الغيب أكيد الجهات الأمنية لا بد أن تكون موجودة ولها حس وتراعي موضوع أن الفتاة تستحية وإلى غير ذلك لكن إذا لم تنتصر الفتاة لنفسها من سينتصر من سينتصر لها أنا أعتقد أنه الفتاة فعلا تتحمل مسؤولية لكن مسؤولية بسبب زي ما ذكرت اللي هو المعوقات الاجتماعية لكنه يوجد معوق آخر أمني وهو فقدان اتقاب بالأساس بين المواطن وبين الأمن لأنه لا يرى بأن الأمن زي ما ذكرت لهم أنه يقوم بعملية الانتصاف شيء آخر يعني رد علي أي شيء اللي خد لا لحظة لحظة خليني بهذه النقطة خليني بهذه النقطة خليني بهذه النقطة أنه الأمن لن ينصفكم متى لم ينصفكم الأمن طيب أهد بعضيك أولا هو ذكر أنه في كل الانتشار أمني حسسنيني في منطقة أمنية ومعني واسعة وليس حتى منطقة عامة تلاحظ أنه رجل المورورداته يعني هو قوز من أمورية الضبط وقوز من العملية الأمنية يحدث عملية المعاكسات أو التحرشات وحتى المضايقات للإناث أمامه وبالتالي لا يحرك ساكن بانتظار لا وأحيانا هذا بنجيله بعدين بانتظار بانتظار حاجة واحدة هو بانتظار أنه تتكلم طب هو الآن مهمته هذا طبعا وفق قانون هيئة الشرطة اللي هو يعتبر القانون المنظم لأعمالهم ومهامهم يعطيهم الحق في مسألة لحماية الأمن العام والتخفيف أو حماية المتلكات والأموال والأعراض وهذه الأشياء إذن هنا من منطلق هذا العمل وأنت رأيت أمامك مواطنة أو إنسانة منشى بالشارع وتعرضت لملاحقة والملاحقة أصبحت توصلت إلى قد تصل إلى مرحلة يعني مادية هنا نلاحظ أنه يعني الغالبية من رجال الأمن المثلين بالمرور اللي بالشارع لا يحركوا ساكن حالة أخرى بأنه كثير من الفتيات تروح تبلغ قسم الشرطة النظرة الرجل الشرطة لا ينظر إلى مثل هذه القرائم بأنها قرائم تستحق بأن يقوم بعملية يعني أمنية وإدارية وضب دارية بأنه مسألات يعني نزوة رجل أو يعني زي ما يقوله نوع من المداعبة البسيطة يعني لا تشكل قريمة بوقهة نظره يعني تمام فهذه الإشكالية بأنه رجل الأمن ذاته هو لا يرى بأنها تعد قريمة تستحق هذا التحرك رقم اثنين كمان هو بالنهاية مع احترامي للبعض لكن البعض الآخر هو تنشأ أو تربى تربية اجتماعية تقوله بأن الفتاة التي تقوم بعملية التبليغ والتي تقوم بتقديم الشكوى هي فتاة قرية وبالتالي لم يكن هذا الرجل أو هذا الذكر مخطئ بحق الفتاة يعني يعني كثير من يقولوا إباياً عليها أنها قرية قد أقاءت واشتكاتوا هذه الأشياء طيب دعونا نعود إلى نقطة سادة إشراق أنت ذكرتي أنه أحياناً نقوم عمليات تحرش أو عمليات اعتداء أحياناً لفظي ما نقول أنه مادي ورجل الشرطة ساكر حتى في المجتمعات المتقدمة يعني يقول لك أهم شيء البنت لا تشتكي في بعض المجتمعات المتقدمة ومجد هذا القانون وأنتم الناشطة تطالبوا أصلاً بأن نسلك هذا السلوك سلوك الدول المتقدمة والقوانين المتقدمة إذا لم تشتكي البنت اجدخلني أولاً نحن لا نبحث بأن نكون مثل دولة ما أو في ذنة مجتمع ما نحن نتكلم عن مجتمع يمني حريص بأن يكون قايم على أساس احترام ثريات وثقوق الآخرين فالمرقعية بالنسبة لنا مرقعية مجتمع يمني والمرقعية الأخرى مرقعية حقوقية بحتة يعني هي أنا معك بأن الإشكالية والمعواق الأكبر هي مسألة صعوبة التبليغ وهذا كما ذكرنا هو من الحملة هذه اللي احنا شغالين عليها الآن واللي قايم فيها يعني مجموعة من الشباب والشابات بمبادرة ذاتية والحملة اسمها ارفض أو ارفضي التحرش الرفض هذا يكون من المجتمع بشكل عام من الدكور والإناث الرفض التحرش الآن عندما أجد أنه الآن مثل هذه الآن الحملة الإعلامية المتزامنة مع حملة رفض التحرش يعطي الكثير من البنات القدرة أو الشجاعة بأن ترفض مثل هذا التحرش وتبلغ المسألة أيضا مسألة يعني مترتبة أو متسلسلة يعني لاحظ أنه مناطق التحرش متواقدة بشكل رئيسي في الباصات كمثال يعني يعني هي تلاحظ أنه في مجموعة ترفض التحرش يتكلم صاحب الباص تقول له والله صاحب الباص في واحد جنبي قاسي آديني يعني على أساس يعمل له عن التدخل هنا تلاحظ أنه صاحب الباص يشوفه لك بنيانا يجدخني يعني هذا رجل ممارساته وبالتالي هنا حاساته أنه أقرب وسيلة للتبريغ هو صاحب اللي هو الباص لاحظ أنه لو كان صاحب الباص هذا هو عنده نوع من التوعية والإحساس بأنه الآن عملية سايقه بالواجب مش فقط بالواجب يعني أنت في حافلة ونقل عام وبالتالي الحافلة هذه مهمتك الآن ومسؤوليتك قلت طيب أستاذة إلهام أنت ذكرتي في البداية أشرت إلى موضوع مرعم طبعا القصة جدا مولمة والكل تفاعل معها والكل كتب من أجلها وتشتكون من الجهات الأمنية المحافظة شخصيا زال ردارة الأمن والبحث الجنائي وقال لهم بضرورة ضبط الجناء وأنه يكون هناك استشعار مبكر لأي جريمة وهذا الجرائم هي معدودة مقارنة بالمجتمع يعني إيش مطلوب أكثر من الجهة الرسمية أنه تحاول الضبط وتحاول المحاكم وضبطت وضبطت إيش المطلوب أكثر طبعا أشكر المحافظ على اهتمام هذه القضية القصور طبعا أشكر كمان جميع من قاموا بالتحقيق بهذه القضية بشكل دقيق جدا لحد الآن القضية ما زالت مستمرة في التحقيق لا ما فيش أي جديد أو شيء دقيق فيها غير أن الاقتصاب تم والقتل تم توجد هناك متهمين أو مشتبهين في القضية نفسها غير محدد من بالضبط لكن السؤال ما المطلوب من الجهات الأمنية أكثر السرعة أتمنى في هذه القضايا التحرش أتمنى من الجهات الضبط والتحريات المحاكم سرعة تلبط في القضايا طيب نعود للجهات الأمنية طبعا قبل أن نذهب إلى فاصل السؤال أخير لك سيادة العقيد لو سمعت خليني أريد بالول على الأستاذ أدأ إشراك طيب رد عليها رد عليها أولا أنه بتقول أنه الجهاز الأمني ما يقصر نحن رصدنا نحن رصدنا بعض القرائم اللي صلنا وضبطنا وقدمنا إلى النيابة للمحاكمة بالنسبة للمرام ضبطنا أربعة متهمين فيه ومقدمة إلى النيابة مستبهين فيه مستبهين 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 لبنتي بنتي الآن في مقام بنتي لأنها عبانة أكبر منها يعني أفعال وصول مخلّة سواء كانت يا ملاحقات يا مضايقات يا انتصالات يا كلام نحن ضبطنا خمسة وستين قضية خلال سنة الفين واثنى عشر وشهر ديسمبر وشهر نيناير اللي حنا فيه ضبطنا متهمين مئة شوك مفصلين اللي حنا عندنا بالغ الذكور يثنين وستين واحد اللي تم ضبطها تجي التحرش أو المشاكلة من البناء من النسان من العنصر النسائي نفسه فحنا بالغة إناث تساعة عشر أحداث ذكور اثنى عشر أيضا أحداث ذكور يجي في سن المراهقة يجزع ملو مشاكل أحداث إناث في سابع شوف المجنع عليهم واحد وسبعين واحد وسبعين مجنع علي شوك مفصلين بالغ الذكور ثن واربعين هو بالغ مستهدف بالغة إناث ثلاثة عشر مستهدفة أحداث ذكور ثمان أحداث إناث ثمان هذا مجنع عليهم يبقى نشوف هنا بداية التحرش الجنسي بدايته بداية مشكلة القريمة يؤدي قد يؤدي إذا لم يعاقد إذا لم يضبط إذا لم يردع يؤدي إلى دخول في قريمة بداية القريمة الشروع في الاقتصاب وثم تنتهي إلى اقتصاب شوف احنا رصدنا كلان أربعة عشر شهر أربعة خضايا اللي يوصل عندنا للإجهزة الأمنية اقتصاب اقتصاب شروع بالاقتصاب احنا رصدنا أربعة وفي مضبوطين متهمين أربعة ذكور بالغين اثنين وأحداث اثنين المجنع عليهم أحداث ذكور اثنين وأحداث إناث ثنتين شوف القريمة الاقتصاب احنا رصدت في حدوء الثاني عشر قضية المتهمين في بثلاثة ما بين ذكور بالغين ثلاثة وعشرين أحداث إناث ليوقف المجنع عليهم ثلاثين بالغين عشرة بالغة إناث ثلاث بالغين أحداث اثنى عشر بالغة أحداث خمس طيب طبعا رقم كثيرة سنرجع لكم طبعا لأنه فقط حان وقت الفاصل استطلاع جرح الزميل عبد الكريم قاسم من هنا أيضا من الحال لما تعز حول ازدياد ظاهرة التحرش هل بالفعل أصبحت ظاهرة ولماذا أزدادت وما هي أشكالها سنستمع عليها ونذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود بالنسبة لقضية التحرش طبعا هي قضية أنا من أجل نظرة تعتبر مجتمعية وهي فساد أخلاقي من جانب الشباب كذلك لا أخفيك أنه كمان فيه من جهة البنات يتم تحرش لكن ليس بالشكل الكبير الذي نلحظه من جهة الشباب فكمان حتى حصلت في تعز فيه مؤخرا كثير من القضايا الاقتصاب كانت تآخرتها قضية الطفلة مرأة التي اقتصبت في منزلهم فأعتقد أنه السبب الذي يعني يؤدي إلى انشر هذه القضايا مثل قضايا الاقتصاب وغيرها هو الفساد الخلقي بين الشباب وقلة الثقافة المجتمعية الموضوع هذا أصبح من ظاهرة إلى أشبه بسلوك ونطلب الجميع بالتكاتف المجتمع كامل بالوقوف في هذا الموضوع وعمل حل يعني المرأة أم وأخت وبنت العملية عملية كاملية كيف نحل هذه المشكلة ونحد منها أعتقد أن الحلول تكون بالتوعية وأيضا تكون بوقفة قادة تقريم قانون التحرش إدارة الأمن تنزل تعمل تنزل العمل يعني تمسك ناس أنهم يشوفوا المتحرش يمسكوه يعاقبوه لو نتحدث عن الأسباب الأساسية والرئيسية للتحرش هي يعني كذا جوانب عدة جوانب منها الجانب الديني نتحدث عن الجانب الوازع الديني المفقود المفقود فعلا في مجتمعنا بالرغم من أنه مجتمعنا ديني وكمان الجانب آخر هو الجانب الأخلاقي أنعدمة التربية والأخلاق وعدة جوانب أخرى أهلا بكم المعنية أو ربما العقيد محمد ناجي قال بأنها ليست ظاهرة أعود إليك سيادة العقيد البعض يقول أنكم في زحمة المشاكل الأمنية في تاعز غير مهتمين بهذه الظاهرة إذا ما صحت أنها ظاهرة أو بهذه السلوك سلوك التحرش وبالتالي هذا ما يفسر الرصد الرصد الخفيف جدا والانحسار الذي تتحدث عنه وسأأتي لك بمثال بعد قليل أخي شكرا جزيلا بالنسبة للإيجازة الأمنية يعني ناشتي من الأخت إشراق أو إلهام لا لا أن تدي لنا أين الإدارة المقصرة مدير الأمن على كلين النائب مدير الأمن بعده معنا مساعدين ونائب ثاني عبدالله مرعي بعده يعني أي شكوى ما يقصرهش فيها أي شكوى اصل إدارة قسم شرطة إدارة مديرية أمن إدارة البحث ما يقصرهش فيها إذن أنا سأتيك بالمثال وحسب الشكوى هنا في قسم الجمهوري فتاة قدمت إلى القسم الجمهوري كما وصلت شكوى لنا سرقت لفونها من الحارة نفسها من الحي نفسه وقدمت بلاغ إلى القسم والقسم لم يحرك أي ساكن على كلين على الفتاة هذه بعد أن تحرش بها طبعا على البنت هذه أكون شاكرا جهودي وشاكرا أن تتفضل بقدمي إلى إدارة الأمن وتنقب على مدير الأمن معانا في إدارة الأمن إدارة الرقابة والتفتيش سهل الوصول لكم سهل جدا الباب مفتوح تطلع عند النائب المدير تطلع عند النائب الأول تطلع عند النائب الثاني معانا مساعد مدير الأمن لشون الأمن معانا مساعد المدير الأمن لشون الشرطة مدير إدارة داخل الإدارة تطلع معانا إدارة اسمها تختص بالمخالفات الشرطوية إدارة الرقابة والتفتيش هذا أي مدير أمن أي مدير قسم شرطة أي ضابط أي فرد يرتكب شيء يطلب للتحقيق وأوقات يقدم للمجلس التأذيبي مجلس التأذيبي بقيادة نائب مدير أمن المحافظة يقدم للمجلس التأذيب وأوقات يدي إلى فصل طيب نقطة ثانية بعض الفتاة تخاف من أهلها أن تشتكي إلى أهلها إذا ما قدم البلاغ إليكم هل بالإمكان أن يكون بلاغ سري لديكم؟ ممكن ممكن ونحن نتحرك سريا ممكن نتحرك المهم شك ودقدم شك ودقدم أنت رأيك حان في مشكلتنا في النيابة إيش المشكلة الأساسية؟ لما يقدم ملف إلى النيابة المحاكمة النيابة تشتير إثباتات واقعة إثباتات شهود إثباتات أدلة لا مثل هذه الظواهر سيادة العقيدة خذك معي فقط لحظة سيادة العقيدة حيانا مثل هذه الظواهر الشباب المتهورين هؤلاء لا يحتاجون أكثر من أن الشرطة تكون موجودة يعني لا يحتاج الأمر إلى الوصول إلى محاكمة النيابة أتوقع أنهم سيرتدعون بمجرد وجودهم وجود الشرطة أقصد أنا بس أضيف يعني السؤال كان طرحت علومهم جدا هو تأثير الوضع الأمني والامثلات الأمني على مسألة اهتمامات دارة الأمن أو اهتمامات الأجهزة الأمنية وعطاها نوع من الأولويات هذا يعتبر من ضمن الأسباب يعني بأنهم يرون أن هناك مسائل أمنية تؤثر على الوضع الأمني بشكل أكبر في المحافظة وبالتالي تحتل حيز أكبر اهتمام من القضايا الاجتماعية لهم يشوفوها قضايا اجتماعية بالأساس هي يعني تعتبر قرائم وقد تصل لقرائم أكبر بعد ذلك تهدد الأمن أمن الجميع تهدد أمن الفتاة وتهدد أمن الأسرة كيف ذلك؟ قضية يعني ما نقول قضية تحرش قضية تحرش هذه يعني هي تؤثر على أمن البنت تمنعها من الدخول تمنعها من الحركة تمنعها من العمل تؤدي إلى انكماش يعني مشاركة النساء في المجتمع في محافظة تعز يؤدي بالتالي قد يؤدي أقصد أحيانا لأن الأسرة أيضا تدخل بطريقة مباشرة من ذاتها في عملية الانتقام أو الاقتصاص ووجود صراعات في النطاقة والمحيط الاجتماعي بشكل عام جزئية أخرى يعني ذكرها بأنه في أقسام الشرط بشكل عام في يعني إدارة أمن المديريات في غياب كبير للشرطة النسائية يمكن هم يعرفون أنه في قلة غير عملية القلة بأنه حتى القلة أعمال الشرطة النسائية أعمال إدارية بحثة يعني في السكرتارية في الطباعة الأنثى قادرة أعتقد على البوح والحديث في التبليغ لإدارة أقسام شرطة تواجد فيها شرطة نسائية يعني موجودة على مدار 24 ساعة تستقبل بلاغات تساعد قادرين قادرين عفوا قادرين قادرين على توفير الشرطة النسائية على كلها سيدي اسمح لي وشكرا لأخت البنتي إشراك أول شرطة النسائية موجودة في مديرة القاهرة نحن وزعنا في توزيع في إدارة الأمن وزعت في شرطة فينتين 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 مديرات القاهرة فينتين لا 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 قسم الشرطة في معضل رحضة خلينا يا بنتي الله يبارك بك أوقات قسم الشرطة مش مؤهل أن يستقبل الشرطة نسائية مش قادرين مش قادرين نواجد غرفة على أساس تبكة منفردة لشرطة نسائية لأنك ما تشوف البنية التحتيية عندنا في تعز سفر يقول هذا بالمفتوح كذا أقسم شرطة إيجارات أغلبية الأقسم إيجارات دكاكيت فما مشكع رحالها المحافظة الآن مبادرة قوية لأنه وضع دقاء المهام الأمنية أو العمود الأمني أو زي ما نقول العمل الأمني نص بعينه الآن فهي مبادرة في بناء في بناء 11 قسم الشرطة الموضوعية ومع تصوير أراضي في الشرطة أيضا وزارة الداخلية الآن في مشروع في بناء أيضا قسمة شرطة لكن إحنا الآن لما نجل نزل شرطة نسائية فيه منتشرة في البحث الجنيه موجودة شرطة نسائية في السجن المركزي موجودة شرطة نسائية في المطار موجودة شرطة نسائية في المركز الآلي موجودة شرطة نسائية في الأحوال المدينية موجودة شرطة نسائية في الجوازات موجودة شرطة نسائية يقدمين خدماتهن للإيمان على أحسن وك هو موجودة أنا مع أنه موجودة لكن موجودة في الجهات التي بعيدة عن الشارع يعني يقول لك الآن في السيقن في الأحوال المدنية في المطارات أنا محتاجة طيب طيب قد شخص المسألة وقال إنه مشكلة مؤسسية يعني والمحافظة الآن متجه إلى عمل شيء مؤسسي وعمل براكز شرطة مؤسسية إلهام التحرش يقتصر من الذكور خلينا نتكلم على الذكور على فئة معينة الذكور يعني في سن معين لأنه أنا فاجأني السيادة العقيدة وهو يتحدث عن أحداث وضبطوا بقضايا ربما محاولة التغتصابات وغيرها ومن أحداث وانتم تخصصها في الأحداث أنا عرشو ما عنديش فكرة أنا كنتمش أطلع قضايا الأحداث كامل أمانة في أحداث دخلوا في قرائمها القتل في أحداث دخلوا في السريقات من السبب؟ من السبب؟ لا لا خلينا إلهام عشان ما نخرج من موضوع نحنو الآن في نهاية الحلقة السن معين اقتصر على الشباب فيه بالتحرش وإلا في أطفال وفي مراهقة متأخرة وفي مراهقين ما هو السن للتحرش؟ مفتوح؟ محدد؟ أي شيء بالضبط؟ السن هو مفتوح لكن أكثر الفيال المحددة للتحرش هي الفيال المهمشة أطفال الشوارع الذين يتعرضون للتحرش لا المتحرشين خلينا بالمتحرشين المتحرشين طبعا مسن المراهقة بالأخرة كبار في السن وصرت يعني قضية شخص عمر ثلاثين سنة متحرش بأشرين طفل إذا كان عشرين طفل إذا كان عشرين طفل من قبل كمسية يكفي في